بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل في هذا المقطع The Industrial Robot Systems وبنتكلم على The Complete Robot فبقولي The Complete Robot Package consists of The Robot Controller with Titch Pendant وكمان في There's Also Usually A Terminal يبقى أنا عندي هنا The Complete Robot بيتكون من أربع أجزاء اللي هما الروبوت أو منسمي Robot أو Robot Arm أوكي اللي هو مقصود بيه بردو الروبوت أو Robot Arm أو Manipulator And The Controller والTitch Pendant والTitch Pendant ده بنعمل بيه ووظفته أنه نعمل بيه Marking للPositions المختلف المسار اللي هيتحرك فيه الروبوت فأنا بقول عندي A, B, C, D and so أنا عندي مثلا 100 point عايز عملهم Marking بنقدر نعمل إيه الماركينج دي بالTitch Pendant اللي موجودة مع الروبوت وبعدين Terminal بيقولي a terminal of some kind that allow the user to write the programs and to interact with the robot through the controller يعني ممكن تبقى a computer منفصل صلو منو كنه يتبقى ايه computer built in مع ال controller اوكي يبدين ايه the complete robot يقولي يقولي the controller contain the microprocess that run the program through the control software to drive the robot joints and perform other actives البرنامج لما بيكتب that the robot works in and interacts with الفيجر واحد اتنين show the robot cell that performing an assembly task there may be also sensors device in the robot or in the other elements of the cell this provide information of the status of the operation فتعالا نشوف الكلام ده على الرسم بيقولي انا عندي ادي روبوت اللي موجود قدامي بيشتغل مع الميلنج الvertecal ميلنج ماشين وبيشتغل مع البروتشنج ميلنج ماشين وبروتشنج ماشين ودرل اللي بيحصل هنا ان الروبوت بعمل له البروغرامنج بتاعه بحث انه يعمل ايه اولا هنا في ادي raw material بياخدها من هذا الكونفير ندخلها على الماشين بقى حسب ترتيب الoperations المطلوبة فمثلا انا هعمل الاول drilling ولا هعمل ميلنج وبعدين اوديه على البروتشنج وبعد ما خلص اوديه على الكونفير اللي هو هيستقبل الشغلانة بعد ما انتهت فكده انا بعمل البرنامج لروبوت بحيث انه يستطيع انه ينقل الشغلانة بعد ما تنتهي من الماشين لماشين ده طبعا very precise لان انا عايز اعمل الهول فلازم يكون انا وضعت الشغلانة بتاعتي في المكان اللي هو very precise بحيث ان ايه الدرين تنزل تعمل الهول كذلك في البروتشن كذلك في الميلنج ماشين طب يتنقل من الماشين للتانية ازاي او هيقف ازاي وهيعرف ازاي هنا بنقول ان انا بيبقى عندي فيه delay اقول له delay يعني على ما يخلص الشغلانة دي روبوت بيعمل delay يستنى بعد delay ده مثلا بيقول له ايه ده 30 ثانية يكون عمل ايه delay خلص 30 ثانية يروحوا روبوت automatic يمسك يفتح الجربة بتاعه عشان ينقل ايه الشغلانة الانسو انو يتم بهذه الطريقة البرنامج